توصل جائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعمري تلقي المشاركات للدورة الثانية التي تستهدف تصميم متحف التاريخ البحري في ولاية سور بمحافظة جنوب الشرقية ويستمر تلقي المشاركات حتى الأول من ديسمبر المقبل وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة يقوم فيها المشاركون بإرفاق ملفات توضيحية بالصور والوصف بفكرة المشروع وبعد ذلك تخضع المشاركات المقدمة للفرز وسيتم اختيار أفضل عشرة مشروعات لتتنافس على المراكز الأولى في الدورة الثانية وحددت لجنة تحكيم الجائزة معايير الاختيار وهي اجتمال التصميم على المزايا الفنية وقابلية فكرة المشروع للبناء ومواكبة الفكرة للمشاريع العالمية في قطاع المتاحف والتأثير المستدام في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية